من جانب آخر أكد رئيس الوزراء عدل عبد المهدي خلال لقائه وزير الطاقة الإيراني استعداد حكومته للتعاون وتذليل العقبات مع إيران لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تتضمن إنشاء محطات إيرانية لتوليد الطاقة في العراق وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فإن عبد المهدي بحث مع وزير الطاقة الإيرانية السيد رضا أرد كنيان ملف الطاقة وإعداد مسودة تفاهم لتوقيع عقد مشترك بين البلدين من جانبه أكد وزير الطاقة الإيراني جاهزية بلاده لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات الطاقة وصيانتها والمساعدة بتطوير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال وتدريب الكوادر العراقية والعمل وفق جدول زمني لتقنيل الهدر الكبير وزيادة إنتاج العراق من الكهرباء إضافة إلى الربط المباشر بمنظومة الكهرباء بين البلدين أكدت وزارة الكهرباء استمرار استيراد الطاقة من إيران بما يشمل الكهرباء والغاز جاء ذلك خلال زيارة أجرها وزير الطاقة الإيراني إلى بغداد والتي طالب خلالها بديون بلاده لدى البلد وبحسب بيان لوزارة الكهرباء فأن الوزير لؤي الخطيب استقبل في مطار بغداد وزير الطاقة الإيراني رضا أرد كنيان والوفدة المرافقة له وبينا أن الجانبين عقد اجتماعا مهما بحضور وزير النفط تامر الغطبان ومحافظ البنك المركزي علي العلاق لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الملفات بين البلدين والخاصة بالطاقة الكهربائية المجهزة من إيران واستيراد الغاز إضافة إلى بحث الديون الخاصة الإيرانية بذمة العراق إلى جانب الربط بين التزامي منظومة الكهرباء العراقية والإيرانية اشتركوا في القناة